من مدينة أم اليتامة من وادي سمعون الجميل من سفوح الواسط وموطن آل عاد جاء إلينا ضيف هذه الحلقة محملا بخبرات السنين وبالمعرفة والعلم في رحلة مليئة بالتجارب ونقل الخبرات والقصص والتجارب للشباب القادة حديثي هنا عن الأستاذ الدكتور صال عوض عرم يعد الدكتور صال عرم من أبرز الوجوه التربوية والتعليمية في حضر موت واليمن عامة وصاحب مسيرة ثرية ناصعة حافلة بالإنجاز والعطاء ومن سجل درجاته الجامعية بكالاريوس علوم رياضيات جامعة الكويت عام 1970 امتياز مع مرتبة الشرف دبلوم في التعليم من الجامعة الأمريكية في بيروت لبنان عام 1975 ماجستير آدى في الجامعة ذاتها عام 1978 دكتوراه فلسفة جامعة دلهي الهند عام 1986 مشاهدين الكرام أينما كنتم تحية طيبة لكم جميعاً نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج سيرة وذكريات هذا البرنامج الذي نستطيع فيه جملة من الأساتذة وأصحاب الإسهامات الكبيرة في المجتمع في عدة مجالات في هذه الحلقة يشرفنا باسمكم وباسم البرنامج أن نرحب بالدكتور صالح عرم الشخصية التربوية والتعليمية بمحافظة حضر موت أهلاً وسهلاً بك دكتور صالح واسعي جداً بحضورك وشرفتنا في الاستوديو شكراً جزيلاً على هذه الاستضافة وأتفضل بما لديك من أسئلة أهلاً وسهلا دكتور الله يحظكم دكتور نبدأ معك بسؤال ربما يعتبر تقليدي لكن مهم جداً أيضاً من هو الدكتور صالح عرم أو بطريقة أخرى كيف تعبر عن نفسك اسمي صالح عوض عرم من مواليد الشحر عام 1946 ترى عرعت فيها إلى أن أكملت الإبتدائية والشحر مدينة تاريخية عريقة وفيها من الأشياء التي تتميز بها وهم أهل ذوق وكما قلت أهل فن ويرحبوا بظيفهم كرة ماء بالهم متسع كتساع الشحر قلوبهم فتح كنفتاح البحر ولا شك أن البيئة أي بيئة لابد أن تؤثر على ساكنها شخصية ومن ثم بقدر ما الشحر المتسع وبعرها الذي أمامها شو كبير مضيول عن فيروز فهم هم كذلك في هذا البيئة الواحد نشأ وأخذ من يعني نقول مطاريقها وشوارعها وزكتها وزكتها وكثير من الشخصيات أو الشخصيتك تنعكس تنعكس عليك فكنا نلعب في مطاريقها بشتى الألعاب وكان الواحد مننا يمرح ويسرح بالرغم يعني لم تكن هي بتلك المدينة المتطورة لأنها بعد من تقرت العاصمة إلى المكلة قلل اهتمام بالشحر هي كانت الشحر عاصمة عاصمة المحافظة معنا في عام كم هذا تكريبا؟ هي من بداية تاريخ حضر موت وهي العاصمة فالمكلة يعني كانت في وقت من الأوقات قرية للصيادين تسمى الخيصة أو الخيسة خيسة خيسة ولكن وجد الصلاطين وغيرهم من الحكام الذين يعني أتوا إلى أنه المكلة سهل حمايتها حكم الجبال تحيط بها الحصون يعني تساعد على حمايتها الشحر بني فيها سور وسور إلى البحر نتيجة أنه كانت فيها كثير من الهجمات العروفة المرتغاليين وغيرهم لا حتى من هنا يعني كان الدولة الكثيرية وكانت تريد لها ميناء تريد لهم فجأت للشحر وهاجمت للشحر وتاريخ الشحر تاريخ عريق في هذا الجانب فالشحر لم تجد ذلك الاهتمام وشبه وهملت في الوقت الحاضر والله في الماضي وفي الحاضر يعني لم يعطى حقها لكن الدكتور صالح عرم الشحري المعتز بشحريته كيف أسهمت هذه المدينة في صقل موهبته وفي صقل أفكاره ونماؤه كيف كانت الشحر طبعا في ذلك الوقت يعني نحضر كثير من مجالس السمر مخاضر مخاضر هذا أعطى الواحد ذوق كيف يتذوق الفن كانت بحكم يعني نحن نلعب كثيرا فأثرت أنه نحب الرياضة ونسمى يعني عندنا فرق شعبية كنا نلعب يعني انطلاقتك كانت رياضية أو فنية لا هي هو مش انطلاقة إنما هو تأثير بذور هذه نشعت يعني في نفس الواحد أنه يتذوق الفن من خلال السماء صحيح أن يمارس الرياضة أن جسمها كذا يعني يقوى بهذه الرياضة أيضا عندما ترى في الأعياد وفي المناسبات كيف الناس تتزاور كيف الناس تحب بعضها البعض يعني كل هذه تؤثر حقيقة وتكون بذورها موجودة صحيح لكن بعد ذلك تنمو بحكم احتكاك الشخص بهذا نقول مش بهذه الطرفة بذلك السلوك يعني كل هذه يعني تؤثر في شخصية الإنسان وفي نموه وتأتي ظروف معينة تجعل إحدى هذه التأثيرات تنشط تظهر في في الإنسان دكتور صالح لكن دعني أقول بعبارة بسيطة ماذا تعني لك الشحر تكلمنا عن أم اليتامة سمعون الشحر تسمى أم اليتامة لماذا تسمي هذه والله ما أستطيع أقول لك بالضبط لم أسأل عنها لكن تعني الشحر بالنسبة لي يعني مكاني المفضل الذي أشعر فيه بهدوء وبارتياح حتى لما كنت في الخارج كنت في بيروت في تلك الفترة كانت هناك الحرارة إلى أوروبا وفي تلك الفترات الزمنية الإجازاتها أجي فيها إلى الشحر الشحر بحنين كبير صعب تفارقها يعني أحب أحبها كثير وأحب المكوث فيها وهي أكيد حبك إن شاء الله يكفيكم فخر أن المحضار من الشحر أكثر الأعلام الآن موجودة أغلبها من الشحر هذه أن أثرت الشخصية وأثرت البلدة على نفس الشخصيات هذه مثل شخصية الدكتور صالح عرم دكتور صالح نتحدث الآن عن الشحر من جانب آخر الشحر قبل قرن تقريبا شهدت نشاط رياضي كبير وأنتم كنتم جزء من هذا النشاط الرياضي حدثنا عن هذه التفاصيل للشحر تاريخ رياضي حقيقة حافل جدا فكان هناك أكثر من ناد مجأة ثقافية ناد الوطن ناد الاتحاد اتحاد حول تحول إلى ناد الشباب أو شباب الجنوب وناد الكوكب وكانت منافسة بين هذين الناديين وكانت معظم البطولات في إطار حضر موت تنحصر في هذين الناديين طبعا كان هناك تعصب مثل أي رياضي يعني كوكبي وشبابي وإلى آخر كان كل واحد يسعى أنه حتى أن يسحب بعض الرياضيين من النادي الآخر وكانت بالفعل الشحر كانت حيوية بهذين الناديين حتى أدى دمج الناديين تم دمج دمج أيوة وكونه نادي سمعون يعني الآن نادي سمعون هو نادي سمعون رغم أنه هناك مطالبة منه لابد أن يكون في الشحر أكثر من نادم لأنه كثير من الرياضيين وإلى آخر وفي أندية الأحياء بعدات كبيرة لابد أن ما يعاد التنظيم الحركة الرياضية بالشحر شخصية الدكتور صالح في الجانب الرياضي كيف كانت؟ طبعا أنا كنت في ذلك الوقت أنتمي إلى نادي شباب الجنود وشاءت الظروف أن أكون مدربا لهذا النادي وخاصة مدربا في الألعاب السويدية الألعاب؟ السويدية 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 المتقوية للعبين من ذلك جميل فكثير من الرياضيين نشأوا وتأثروا بالنشاط الذي بدأت في النادي وكنت في فترة زمنية أيضا عضو الهيئة الإدارية غير ثابت كنت مسافر وعندما آتي أدعى إلى اجتماعاتها وكان آخر مرة عندما في نادي سمعون تشكلت هيئة استشارية من مجموعة من رؤساء النادي في أوقات سابقة وكنت أنا رئيس الهيئة الاستشارية وكنت نناقش كيف نرفع بشأن هذا النادي الموجود الحالي وفيه إمكانيات كثيرة لو استغلت بشكل جيد ولو كانت هناك نوع من ليس فقط الحماس إنما يقول الإخلاص شارك الدكتور عرم في خدمة حقل التعليم سواء في الدورات التدريبية والتأهيلية أو الاستشارات العلمية وتدريس المساقات التخصصية لمستويه البكالاريوس والماجستير باللغتين العربية والإنجليزية طيب نعود الآن دكتور إلى شخصيتك من حيث التعليم أنت مواليد الشحر درست الإعدادية في الشحر الابتدائية ثم انتقلت إلى الكويت نتحدث الآن عن الذكريات الثانوية في الكويت أنا طلعت من حضر مونت في عام 1957 مع والدي الله رحمه بالبحر برحلة استغرقت حوالي أسبوعين إلى الكويت إلى الكويت لكن عبر البصرة العراق العراق لأنه سفينة كانت ناير رايح للبصرة تحمل تمر فدخلت الكويت بشكل غير شرعي لم تكن لدي تأشير تقول هو في جواز والدي يا الله رحمه أكتب شهده بالمرور مع ولده ونختفيت بين أقدام الركاب لأدخل إلى الكويت المهم المفروض أني أبدأ في المرحلة المتوسطة ولكني وصلت في شهر أكتوبر وحتى طلعت الإقامة قد نمتصف أكتوبر فلما ذهبت إلى المدرسة المتوسطة كانت تسمى مدرسة صلاح الدين النموذجية فكان رأيي المدير أنه الآن مر حوالي شهر ونصف عن الدراسة فليس من صالحي أن يفضل أني أعود للإبتداعية عدت سنة أيضاً إبتداعية هذه خدمتني سبحان الله لحادث ذا جينا فيها سأخبركم به طبعاً بعد أن أكملت المرحلة المتوسطة ذهبت إلى مدرسة صلاح الدين المتوسطة والحمد لله رغم الظروف التي كنا نعيش فيها كنا نعيش في ظروف صعبة جداً غرفة هذه فيها سبعة ثمانية نحن كأطفال كنا ننام تحت القعائد هذه تسمى كرفاية تحت الكرفاية ومع ذلك كنا متفوقين أنا في المرحلة المتوسطة والتي كانت يعني كل سنة دراسية كانت ثلاث فترات فترة الأولى والثانية والثلاثة ثلاثة الشهور ثلاثة الشهور ثلاثة الشهور وكنت لأربع سنوات كاملة بما فيها الشهادة المتوسطة العامة على مستوى الكويت والخريج كنت أطلع الأول ما شاء الله نعم متفوق يعني الحمد لله وكرمت في أول عيد للعلم الكويت في بعض الوثائق هذه ما يثمت ذلك ثم انتقلت إلى المرحلة الثانوية بثانوية الشويخ ولا يقبل كان بثانوية الشويخ إلا لا يقبل إلا الكويتيون أو أبناء المنح الدراسية يعني ممكن تقول أنها نموذجية يعني ها طبعا هي الأكبر ثانوية في الكويت كان في الكويت في الكويت ثانويتان فقط يعني فهذه الثانوية قلتك لا هي الآن جزء من جامعة الكويت ببناء كبير وضخم يعني فيه كل التسيئلات أنا دخلت بشكل استثنائي إلى القسم الداخلي بصفة خاصة يعني أيوة لأنه الله يرحمه الأستاذ عبداللطيف يوسف الحمد الذي أصبح بذلك وزير المالية الكويتي صديق لسليمان المطوع مدير الثانوية الذي أصبح بذلك وزير التخطيط الكويتي ما شاء الله كانوا زملاء في أمريكا وكان والدي الله يرحمه أمين صندوق آل الحمد فكلم عبداللطيف الحمد قال له أنا أريد ابني يعني يكون في داخلية الثانوية لأنه ظروف صعبة جدا يعني ظروفنا صعبة والوصول إلى الثانوية بالمواصلات والآخر فأخذني بسيارته إلى سليمان المطوع فوافق سليمان المطوع أن يقبلني طالبا استثنائيا لأن الأول على المتوسط هذا يشرف الثانوية يعني شفعت لك هذه أنا أكون في الثانوية الأول في الثانوية والحمد لله خلال مراحل الثانوية كلها أيضا كنت الأول بعد سنة واحدة أو في إحدى الفصول عندما أصيب والدي بالشلل فكنت مشغولا فيه برعايته وأذهبي إلى المستشفى كنت الثاني يمكن على مرصبيني وبينها الأول ثم عدت من جديد وهكذا والحمد لله التفوق يعني كان السمع تعتز بيها وأفخر بيها وأنصح الشباب الإمكانات أنت تصنع الإمكانات نحن كنا في ظروف معيشية جدا صعبة كنا نطبخ ونبصل ثيابنا ونكويها وننظف وكل شيء وكنا الطلاب متفوق دكتور صالح نعود إلى دراستك يعني درست ثانوية في الكويت ثم التحكت بالبكلاريوس في الكويت أيضا أيضا ثم انتقلت إلى لبنان ودرست الماجستير لكن دراستك كانت متركزة حول الرياضيات نتحدث عن الذكريات في دراستك للبكلاريوس أيضا للماجستير الرياضيات مادة مادة جميلة جدا وأنا أقول لطلابي الرياضيات هذه مادة إن أحببتها أحبتك وإن كرهتها أيضا أحبتك أيضا نعم لا غنى لنا عن الرياضيات حولنا في كل مكان ترى الرياضيات يعني متمثلة هذا مستطيل وهذا متلث وهذه دائرة وهذه سيارة تسير بيعني قوانين رياضية وهذا العالم تطور الآن بالديجيتال بالرقميات الرياضية الكمبيوتر لم يعني ينشأ إلا بفكر رياضي والرياضة مادة أقول إنها مادة سهلة لكن تحتاج إلى المدرس الذي يسر تعليم هذه المادة يسهلها نقول يسرها أذكر أنه حبي لهذه المادة منذ الصغر يعني ما بعرف ليش يعني سبحان الأشياء حيانا قد تكون كما يقول جينيتك أستاذ كريم في المرحلة الاجتدائية عندما كان يكتب المسألة على السبوع أنا أقول الحل مباشرة فمن هذا الشخص في دراستك الابتدائية فأشاروا إلي أنا كنت خائف أن يأتي وعاقمني على وانا كنت لا شعوريا أقول الحل فجاء إلى عندي وأكرمني بمبلغ مالي بسيط شجعني على هذا الأمر فأحببت هذه المعنة يعني هل لما كنت تجاوب هل كان عندك ميون للرياضيات أقول لك لا شعوريا أنا أجيب على المسألة ماذا يعني ذلك يعني أنه بالفعل هناك فيه يعني سمة معينة تتمثل في حبي لهذه المعنة فيعني كثير من الزملاء كانوا يستعينوا بي في هذه المعنة أنا ما ذهبت إلى الكويت أيضا كان في الرياضيات من أحب المعنة نعم فكيف التحقت بهذه المعنة أنا كل سنواتي في الكويت إلى الرابع ثانوي كان نظام الرابع ثانوي أربع 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 بجدائي أربع بطوص أربع ثانوي سنة الرابعة بقيت لما نزل والدي من الكويت كان أريضا مشلولا كنت بالفعل في وضع مالي ضعب فقلي لي قابل وزير التربية والتعليم كان في ذلك الوقت خالد مسعود الفهيد اللي كان مدير التدائية التي كنت فيها المدرسة نحن قابلت وأريته بعض الشهادات التمعي فيها توقيعه فطبعا سره ذلك الموقف فأمر لي بمنحة دراسية فالتحقته بمنحة دراسية وأنا في الصف النهائي للثانوي العام طبعا كل الجماعة اللي كانوا على منحة دراسية في عام 1966 كلهم رشحوا لأن يكونوا الطلاب بجامعة الكويت جامعة الكويت بها علوم وآذاب وما بينها الرياضية ولكن كنت أنا أرغب حندسة ما فيها هندسة فجمعية الجنوب والخليج أعطتني منحة إلى جامعة بغداد إلى بغداد العراق والتحقتوا بجامعة بغداد في ذلك الوقت العراق كانت في وضع يعني صعب كانت فيها كوليرا قبل أشهر كان الوضع الاقتصادي أضن تعبها كان الحكم العسكري والحياة في العراق حياة صعبة الطلاب الموجودين هناك تصنف سياسيا بالشخص الذي تسير معه إذا صرت مع أحد قومي قال لك أنت قوي بالرفقة يعني صرت مع أحد يعني توجه إسلامي قال أنت إسلام وحكرا كانت صراعات في ذلك الوقت بين الأحزاب المختلفة اليسارية واليمينية وكنت في غرفة أيضا كل الناس اللي عنده أهل وحيد هندس واللي التربية واللي فلسفة واللي الشمارة واللي تاريخ واللي تجارة ودائما يتناقشون سياسيا أنا أريد أن أركض على دراستي فكانت الأمور صعبة جدا وأيضا واجهت الصعوبات يعني في جامعة بغداد كانت غريبة علي من حيث ايش؟ لما كنت في الكويت وهناك حلول للمسألة أعطي حل غير تقليدي فأنا أذهبت إلى بغداد فكان أستاذ أذكر اسمه أستاذ رشيد عندما كان يحل للمسائل كان يحل بحل تقليدي فأنا أقول له أستاذ أنا عندي حل آخر فبدل أن يرحب بذلك الحل كما كنت أشعر به في الكويت يقول باللغة العراقية حطه بجيبتك أو دبه بالشط يعني نوع من التقليل قاسية قاسية يعني حطه في كيسك وليس قل ذهبت في إحدى الأيام عنده في المكتب قال لي جيت متأخر أريد سرح جزئية في في الرياضيات فرفض قال لي أيضا باللهجة العراقية هاني ماني ريكوردر أعيد لك ليست مسجل هنا يعني هذا جانب في يعني أثرت فيك الكثير طبعا لما تجد أنك يعني يكسر فيك كمة في إحدى الاختبارات يعني كان كان في الفيزياء يقال للطلاب اكتب بالقلم الرصاص الـ HB فأنا كنت أكتب وهكذا كان بجنبي أحد الطلاب العراقية وفي بعض اللهجة أنا ما كنت أعرف في العراقية يقول لي بشكل كذا يختلص من المراقبة يقول لي اكتب طخ اكتب طخ ايش يكتب طخ أنا ما كنت أعرف ماذا يريد وهو أصلا يريدني أن الطخ معناها غامق غمق القلم عشان هو ينظر إليه ويغش فأنا كنت أكتب بشكل خفيف بعد الاختبار ما سكلمي قال لي أنت ما تفتح قلت شنو يا بكلمة كذا يعني لا يليق أنك تذكرها الآن يعني هو يريدني أن أكتب بشكل خامع حتى ينقل أيها يعني أمور كثيرة جدا الأساتذة في بعض المحاضرات يعني أننا مستاذة يبدو حديثة التخرج دكتورة وكان طلاب الهندسة كلهم طلاب أوائل فيأتيوا يحرجوا الأستاذة في بعض الحلوب إذا أحرجت تقول بس إذن بكرة اختبار يعني بعض الأساتذة لا يتكلمون لا أنا في بعض الكلمات ما كنت أفهمها يعني لو تكلم باللغة الإجليزية لا فهمتها لكن تكلم أيضا وهي لغة عربية فصحة بس يمكن الخطأ منها لا هي لغة عربية تقول مثلا يقول لك الزخم ونحن الزخم شنو الزخم عاوز أعرف ما هو الزخم نحن كنو نقول عليه في الكويت الدفع يعني كل منطقة لها يعني لها يعني بالإضافة إلى صعوبات لم تستطع الكويت العراق أن تعطي لنا مخصصات الكتب الجامعية نتيجة بالبضع الكورورا وارحنا في مسيرة إلى وزارة التعليم العالي المهم يعني كان في حياتنا يعني ذكريات مرت بحلوها ومرها فلم يكن لدي مال صحيح الوضع صعب كان صعب فقلت أنا خلينا عودوا الكويت أجيل بلي بعض المال وحتى يعني ذهابي للكويت مكتب البعثات وقف عائق وأذكر في ذلك الوقت السادة كبة هو أحد اسم السادة كبة الكبة من الكباب هو للكب كباب مش كبة حقنا الحرميين وكان هو قليل السماعة وعنده سماعة ويعني أنا مصر إننا منع عرم إننا باعوم وهذه وثائق عرم قال لا أنت باعوم وأخوك ما يدرس هنا الله يرحمه عبد الله والضعوم قال ما مقنعته بالشدة إنه أنا عرم وليست باعوم اقتنع وثائق كلها هذا الشكل حتى كثير من الزملاء حضارم لم يقبل بأسمائهم مثلا واحد من الزملاء هو من بن شحنة حق شحنة هذه قال له لا أنا ما كتبه كتبه بن شحته يعني على حسب القبائل يعني 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 صعب وأيضا واحد اسمه عبد القادر أبو عيران كتبه أبو عيدان لا ما يسير أبو عيران كان هو يضع يعني هكذا أي كلمة يعني تليق له يعني حياة كانت دمقاسية ربما أنا تعود على حياة في الكويت يكون فيها مكان ويعدتوا للكويت بالفعل واسم كان الاسم الأول لم أقبول لأنه كان عندي أعلى علامة في الثانوية العامة مقبول في جماعة الكويت فقالوا لي غرفتك موجودة ومكتبتك موجودة ورحت إلى القسمة الداخلي فإذا غرفة مؤسسة فيها مكتبة كتب السنة الأولى يعطوك روبات حق المختبر وروب حق احتفالات وغذاءات موجودة في القسمة الداخلي ومشة مربط من مطعمين يعني اختلفت جدا يعني أذهب الصباح في الباصل للجامعة وأعودي إلى غريب المغرب يعني أقلي متوفر مواصلاتي متوفرة وجمعية الجنوب والخليج يعني وعدوني بمنحة العام الذي يلي في الجامعة الأوريكية في بيروت لكن أنا رأيتي خلاص أنهايت السنة الأولى بنجاح في جامعة الكويت وفي الرياضيات التي أحبها وأحشقها كثيرا طب دكتور نتحدث عن دراسة الماجستير الماجستير كانت تربويات أرياضيات كيف كانت أبرز محطات الذكريات هناك هو أنا طبعا أول ما جئت من الكويت بعدما عينت معيد في كلية التربية العليا في عدن 1970 فأنا أعتبر أول معيد في الجنوب في كلية جامعية فجاءت من ناحية نسكو فبعثت أو رشحت للابتعاث إلى نيوزلندا أو إلى بيروت وفي ذلك العام هناك حدث غريب شوي حضر موت لم يكن بها مدرس رياضيات طلاب الرابع ثانوي فقام الطلاب مسيرة ومظاهرة إلى عدارة التربية نحن نريد مدرس رياضيات إلى ديسمبر 1972 وطلاب لم يدرسوا يا عضيات قلة الكادر آه يمكن المدرس ما جاء فتحرك مدير التربية والتعليم الله يرحمه عبد الرحيم بن غوث قام مدير التربية ويجاء إلى وزير التربية وإلى عدن وخالنا نحن نريد لازم صالة عرم يرجع إلى حضر موت ليس يرجع؟ لأنه أول شيء توظفت أنا في حضر موت مدرس سنوية في الشهر وبعد ذلك قبل المعيد فيه المهم جيت ودرس هنا ونفع درست يعني مجموعة من الطلاب الآن وإن شاء الله مجموعة منهم دكات يرى إلى آخره فجاءني خبر أني لابد أتحرك إلى بيروت وأنا هنا معلم رياضيات كيف أترك والمجتمع بحاجة لك بحاجة موقف محرج فرحت للتربية رفضوا أنه وادر في تلك الفترة سبحان الله عبد الرحيم بن غوث كان في عدن وكنت بأجي معه طيارة فقال لي لا اقدم بالدامي وأنا السبت ما جيك تصور يوم السبت جاء جسة هامدة متوفر سواء لو حادث في عدن في عقبة الخشاف وتوفي مسك بعد ذلك هو أستاذ صالح الحضرمي نائب العقب فرفض أني أغادر فقابل لابد أن نشوف سكرتر المحافظة في ذلك الوقت كان سكرتر المحافظة الأستاذ سالم محمد جبران قلتم شوفوا أنا بروح إلى عدن وما لكم إلا معلم يأتي بدل عني وبالفعل باختصار وافق الله يرحمه الأستاذ شيخ عباس الكحف وجاء من معلم من الرياضيات بدلي ويمكن بدل الجهد أفضل مما كنت أبدله وحقيقة غطى المنهج متحصل للطلاب على درجات عالية سافرت إلى بيروت وأكملت هو أنا سافرت أساساً أن أحضر ماجل سيف في الرياضيات فوجئت أنه مكتب ما يسمى بيرسيري أوفيس يستدعيني يقول جاتنا رسالة من اليونسكو أنك تحول تخصص من الرياضيات كلية العلوم إلى تربويات الرياضيات طبعاً أنا رفض أنا لم أدرس تربية خلال دراستي كلها فكيف الآن أعود إلى تربية وباللغة الإنجليزية وكلها مصطلحات كان في ذلك الوقت هناك الأستاذ محمد عوض باعامر الله يرحمه وكيل وزارة الزراعة استشرته أستاذ محمد أنا أرجع للبلاد أنا لا أريد أن تخصص في التربية فقال لي يا صالح أصبر عليها وانت إنسان جاد وتتغلب على كل الصعوبات هذه لأنك لو رجعت للبلاد ما بتحط لشي فرصة ثانية والله وجلست واستمرت وبدلت جهد ولا بد حتى تلتحق بالماجستير في التربية الرياضية لا بد أن تكمل متطلبات هذه المتطلبات تؤدي إلى حصولك في أحد يعني يعني نقول الاشتراطات دبلوم في التربية فأكملت دبلوم في التربية ثم نتحق بماجستير الرياضية وأرسلت لكلية التربية أنه أنا مستعد أن أأخذ أيضا ماجستير في الرياضية بجانب التربية أكيد كانت لك ذكريات كبيرة ومواقف ربما يأخذنا الوقت فيها دكتور صالح لكن نعود الآن إلى حضر موت أنت كنت يوم الأيام في قيادة التربية والتعليم صح؟ نعم في المحافظة أو في المديرية؟ لا في المحافظة كلها في المحافظة كلها الساحل الساحل والوالي أنا ذاك من الصدق إلى الرد كيف كانت التجربة؟ عندما عدت من الهند أحمد الدكتوران كانت هناك بعد 86 مشاكل يعني في البلاد كلها مشاكل وكنت في عدن مرشحا أن أكون عميدا لكلية التربية التي كنت في يوم الأيام نائبا للعميد فيها وقاعد بعمالي أو في كلية الهندسة حيث كنت أدرس رياضيات أو في كلية الإدارة حيث كنت أدرس رياضيات داخل على الخطة أنها حضر موت وقالوا لابد أن صالة عرم يأتي بعد الدكتوراه عدت من الهند فإذا يعني طبعا عام 86 الأمور غير مستقرة في الجامعة أو في البلاد بشكل عام فجئت يعني أنا كنت أنا كنا باحثا يعني واصل البحث فإذا هم يعني يرشحون عميدا لثلاث كليات كاملة تربية الهندسة والتكنولوجيا كانت تسمى والإدارة ودخل حضر موت في الوسط الخط الخط وكنت رافضا في البداية هذا كان في مايو 1986 بعد فلترا استدعيت يلاحظنا موت وقبلت سكرتين أول منظمة الحزب والمحافظ وحاولي إقناعي إنه لابد تربية بحاجة إلى إصلاح والوضع التربي هو وضع يعني لا يمكن السركوت عليه فعندما أبديت يعني أسفي عن عدم السلام تقبلك قال لي السادس سالي محمد جبران كلمة قال لي أخشى عليك بعد حين أن تندم إنك لم تخدم حضر موت كانت هالي شيء بقع كبير كان موجود المحافظ في ذلك الوقت فأخذني الأخ صالح الماضي كان سكرتير مسؤول الدائرة الريولوجية تم مباشرة للتربية وقد انتجرت إشاع أنه صالح عرم سيأتي بداية التربية وبالفعل دخلت التربية وإذا الإشاع أو الكلام وكأني أصبحت أمر واقع طبعا التربية فيها مشاكل كثيرة وفيها انقسام بين كادري كان انقسام في كوادر التربية منهم ما يسمى بالطغمة منهم ما يسمى بالزمرة وإلى آخر فكانت مهمتي أن أوحد هذه الجهود كلها قلت لما أنا ما عندي حكم مثبت عن إنسان عمله هو الذي سيثبت قدرته هو جدارات والله كان فريق حقيقة ممتاز كان بذية كوننا فريق فأقول لك زرت المحافظة يمكن معظم مناطق المحافظة التي لم تزر من قبل وصلت إلى ثمود وإلى العبر وإلى ردة الصعر ومهم شرقا وغربا إلى السوم وإلى غريا ودخلت صفوف وشفت التدريس كيف يتم شفت إيش المشاكل أروح إلى الأقسام الداخلية أشوف نوعية الأكل الذي يتناوله الطلاب فيه تمام كان يعني ضروري جدا حتى كونت صورة كبيرة عن واقع المحافظة دكتور صالح أيضا كان هذه إسهامتك في الجانب الحكومي أيضا لك إسهامات كبيرة في نطاق المؤسسات التعليمية الخاصة وكنت على رأس مؤسسة حضرموت المبشرية حدثنا باختصار كيف كانت تجربتك في مؤسسة حضرموت عندما عرضت علي هذه غيفة كنت حقيقة أدرس في جامعة عجمان في إمارات العربية كنت عميدا لكل ذي التربية فجزائهم الله خير يعني وقع الاختيار علي فجئت وبدأنا تقريبا من الصفر وحللنا واقع التعليم الطلاب لم يكونوا يقبلون في شركات النفطية لم يكونوا من أوائل الجمهورين وأمور كثيرة جدا كانت صعبة كيف نستطيع أن نتغلب نساعد حضرموت على التجاوز هذه والنهوض كان فيه نقص المعلمين الرياضية والفيزياء فأنشأنا برامج من أجل أن نساعد التربية والتعليم لمواجهة هذه المشاكل مثلا نقص المعلمين عملنا برنامج سمنا الابتعاث الداخل قلنا أي طال للتحق بكلية التربية في الفيزياء أو الرياضيات كمعلم فيزياء رياضيات ويحصل على تقدير جيد فما فوق ندفع له شهريا مئة دولار فكأنما وظفنا هذا الطعام شجعت الناس فتقدم كثير من الطلاب إلى هذه الأقسام بالدات التي كادت أن تغلق فوصل في وقت من الأوقات إلى خمسمائة خريج في هذا التخصص نصور من لا شيء تقريبا هذا برنامج لقى نجاح البرنامج الآخر فتح معهد اللغة الإنجليزية وتقدم تسهيلات كثيرة جدا فيه فتخرج من يتقن الإنجليزية هذه أتاحت لهم فرص يعني التوظيف في الشركات النفط أو الالتحاق بالكليات الجامعة التي لغتها تدرس فيها باللغة الإنجليزية ثم افتحنا مدارس نموذجية وطلاب هذه المدارس حقيقة يعني كان دخولهم بمعايير معين وأحرز هذا دائما العشر لوائل في المحافظة من كم الجمهورية موظمهم من هذه المدارس نعم نموذجية والتحق حقيقة بجامعات عالمية الآن منهم من حصل على الدكتوراه في كندا وفي الولايات المتحدة وأيضا في فرنسا وغيرها وفي ماليزيا هذا يعني في يوم الأيام الطلاب في حضر موت لم يعني يكونوا على منصة التتويج كما نقول بهذه المدارس النموذجية بنين وبنات نحن قضينا على مشكلة في سيئون سيئون كان تعليم الفتاة فيها أو في الوادي بشكل عام كان صعب جدا ونادر الآن بنات سيئون في فرنسا وفي المملكة العربية السعودية وغيرها جهود كبيرة صراحة بدلتها المؤسسة حوالي بلغ عدد المبتعثير أكثر من خمسة ألاف مبتعث من أبناء حضر موت وفي جماعة عالمية ويحصل على الدرجات مشرفة حقيقة أيضا في برامج أخرى غير برامج الابتعث يعني موجود لدينا طبعا طلاب الثنويات بالمناسبة نحن يدرسون وأيضا نوفر لهم سكن داخلي أيضا هذه من الأشياء المقدمة لهؤلاء الطلاب يعني هذه بعض البرامج باختصار التي كنا قدم نتحدث دكتور الآن عن الجانب الأكاديمي يعني نتحدث عن إشرافك على أطروحات الماجستير والدكتوراه ما هي المواقف التي تخطها هناك بإيجاز أقولك التعليم أنه نظام الدرسات العلية في الجامعات اليمنية يجب أن يعاد تقييم أكانا في حضرمود يعني أو في عدن البرنامج بحاجة إلى أن نكون أكثر جدية وأكثر صرامة فوجدت من الطلاب الذين يعني أنا أي طالب يقول لي أنا أريدك أن تشرف علي أقول له الكلمة هذه ستتعب معي أنا عندي معايير معايرة اللي ما يتحصل عليها الطالب لن أقبله فوجهت صعوبات جدا أن الطالب يأتي ولم يكن جاهزا للبحث العلمي فأعيد من جديد تدريبه على كثير من المهارات تقنيات البحث العلمي ذهبت إلى عدن في أحد الرسائل الدكتوراه كنت ممتعنا خارجيا عقق يعني وجدت أن الطالب وجد صعوبات يعني كثير في بحثه في أخطاء موجودة ويعني أنا أقولك التالي أنه نظام الدراسات في الجامعات يجب أن يعاد تقييمه وأن يكون سمته بشكل دقيق جميل دكتور لو تحدثنا الآن في آخر جزئية في البرنامج طبعا أنت مستشار وزير التربية والتعليم لأشياء الفنية دكتور صالح هل أنت راضي عن العملية التعليمية الآن؟ جوابي لا والأسباب أنه خلال فترة زمنية معينة وربما أنه أسندت المسئولية لغير من يستحقها لم يعطى القوس لباريه وأصبح التعليم شكلي ما في أمانة فيما يعطى إلا القليل ويبقى ربما في سنوات قريبة مضت حدث توظيف هكذا عشوائي كحاطب ليل بعضهم حتى بدون مؤهلات أقول لك نحن أحفادنا في البيوت نصح أخطاء المعلمين وهذه مشكلة يعني لم يعرحة اهتمام كبير ربما تكون جريمة مكتملة الأركاب نعم وأنا أقول وزير التربية والتعليم الله يعينه على أوضاع التعليم في هذه البلاد والتربية تريد الآن عقد مؤتمر مؤتمر يعني يشخص هذا الواقع ويعطي الحلول أن الدولة أن تعطي لهذا المرفق للتربية والتعليم يمكن أكثر من 80% من موازلاتها لانتشار الوضع لأنه إن لم يعطي اهتمام للتربية والتعليم فلا مستقبل للبلاد يعني الآن تجد يعني خريجي الثانوية سيء في معلوماته أيضا العزوف في مهاراته العزوف الآن دكتور وسيستمر سيستمر العزوف الآن تصور لأن المعلم لم يعطى حقه لم يقدر ثم أيضا جاء إلى هذا المرفق من لا يستحق فهناك مشاكل والمشاكل يوميا وهذا مستقبل فالتربية والتعليم يجب أن يعاد لها النظر وأن أقول الدولة من أعلى منصب فيها أن يعطى للتربية والتعليم حقها مثل الآن هي أقل ما يعطى له يمكن يعطى ل يعني مرافق أخرى اهتمام كبير صحيح ونسبة كبيرة من موازنة الدولة ولكن أنا أقول يجب أن ننظر إلى أن يقلب الهرم الآن الهرم مقلوبة يجب أن يعاد إلى وضع الطبيعي وأن لا لن تجد هذا البلد خير إذا التعليم بهذا الشكل دكتور صالح الحديث معك مهم جدا وسبنا الكثير من المعلومات يعني أنت شخصية كبيرة مثلت اليمن ومثلت الكويت في تجارب سابقة طيب دكتور صالح لو نقتتم برسالة ونصيحة توجهها للشباب ماذا تريد أن تقول له الشباب هم المستقبل نعم وأتمنى على الشباب أن يبتعدوا عن كل التقليعات الجديدة وكان في ملبسهم وفي شكلهم وأن يعطي اثمام كبير جدا لعلمهم للقراءة الاطلاع نحن شبابنا لا يقرؤون لما كنا في سنهم نقرأ كتب من أمهات الكتب تذكر يعني كتب كبيرة كثيرة جدا كنا نقرأها وكثير من الناس يقولون أنت إيش تخصصك أقولهم رياضيات يقولون لكنك في اللغة العربية يعني دقيق لأن نحن تربينا عليها فأرجو من الشباب أن يقرؤوا كثيرا وهذه يعني عمر من الله اقرأ نعم اقرأ أساس كل العلوم أيضا بدون قراءة لا يمكن يتسع الذهن لا يمكن يعني الآن الشباب خرجوا عن إطار الذي يجب أن يكون صحيح أكثر حوادث هنا الآن حوادث الشباب في دراجاتهم من نارية وفي سلوكاتهم وغيرها فأرجو الله أن يهديهم كثيرا أن يكونوا شباب مطلعين جاعدين لأنه بدون هذا الأمر لا يمكن لهذا البلد أن تنحط فهم أمان المستقبل الله يحفظه والوطن إذن دكتور صالح أنا سعيد جدا حقيقة بين التقيك والتقي شخصية كبيرة لها تاريخ مش شخصية بسيطة يعني في الجانب التربوي في الجانب التعليمي في الجانب المؤسسي في الجانب الفني في الجانب الرياضي حاويت كل العلوم ما شاء الله دكتور صالح سعيد جدا نجدد لك الشكر على حضورك معنا في الستوديو وتحملت وتحملك لهذه الظروف التي نعيشها هنا ويعطيك ألف عافية شكرا جزيلا وأشكركم مرة أخرى على الاستضافة ويعني أنا مستعد لأي اتصال شخصي من أي شخص إذا أراد الاستزازة من أي موضوع طرق في هذه يعطيك العافية شكرا دكتور إذا المشاهدين الكرام نصل وإياكم في ختام هذه الحلقة إلى النهاية كان معنا الدكتور صالح عرم الشخصية التربوية والتعليمية ومستشار وزير التربية والتعليم للشؤون الفنية كان لقاء مفعما بالمعلومات المستفيضة في جوارب مختلفة من حياته إلى وصوله إلى سدة الجانب الأكاديمي وقيادة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت وأيضا مؤسسة حضرموت التربية البشرية نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة إلى ذلك الملتقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة